موسيقى مساء الخير ونستهل النشرة بالعنوين موسيقى منورات ايرانية ضخمة غداة العقوبات الامريكية الجديدة والحرس الثوري يحذر واشنطن من اي خطأ موسيقى وزارتان الامن والخارجية الامريكيتان توعدان العمل بالتأشيرات الصالحة للسفر الى امريكا وترامب يصخر من قاض نقض قراره موسيقى دموا وحقوا ما نفرتوش فيه وما نسلموش فيه منواسطه حتى نافر حقيقة كم اطلاق فعاليات احياء الذكرى الرابعة للشهيد شكري بالعيد في تونس وسط تجدد المطالبات بالكشف عن ملبسات اغتياله موسيقى الاعلان عن تأسيس حلقة ادب المقاومة في تونس لتعميم ثقافة الدفاع عن القضايا العربية موسيقى رد مسؤولون ايرانيون سياسيون وعسكريون على التهديدات الامريكية وغدت اعلان واشنطن عن عقوبات جديدة ضد طهران قال قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري العميد امير علي حاجزادة ان ارتكاب امريكا اي خطأ بحق طهران سيجعل الصواريخ تنهال على رأسها في هذه الاثناء اطلقت ايران اليوم مناورة المدافعون عن حرم الولاية حازم كلاس صحيح ان مناورات المدافعين عن حرم الولاية للدفاع الجوي جاءت متزامنة مع تصاعد التهديدات الامريكية وتوسيع العقوبات على طهران الا انها ليست ردا عمليا عليها فمناورات في عمق صحراء سمنان شمال شرق ايران وعلى مساحة 35 الف كيلو متر مربع لا يمكن ان يخطط لها بين ليلة وضحاها بحسب الخبراء العسكريين ورسميا فان المناورة بدأت قبل بضعة ايام لكن دخولها المرحلة الرئيسة بعد ساعات على تهديدات الادارة الامريكية شكل فرصة للقادة العسكريين لتوجيه الرسائل الى من يعنيهم الامر لقد تحطمت هيكلية العقوبات بالكامل في مجمل الدفاع الجوي وجميع المنظومات المستقلة في المناورات محلية الصنع نحن نعمل على تقوية قدرات ايران منذ 37 عاما ولن نتوان لحظة عن ذلك اظهار الجهوزية تحت شعار الهمة والعزم الايراني والاقتدار الثوري وازدراء العقوبات والتهديدات هو هدف المناورات حسب القائمين عليها جهوزية بدت واضحة من خلال عرض منظومات صاروخية كسيف ومخرداد والطبس وصياد اثنين التي يصل مدى صواريخها الى 75 كيلو مترا وكذلك منظومات رادارية كقدير الثلاثي الابعاد القادر على كشف وتتبع الاهداف على مدى اكثر من 1000 كيلو متر اضافة الى مطلع الفاجر المتوسط المدى وكافوش القصير المدى منظومات قادرة على الاتصال ببعضها البعض لتشكل وحدة متكاملة حاكت التصدي لمحاولات استهداف منشآت ايرانية حساسة هذه المناورات هي مجدولة زمنيا وليست لها علاقة بأي ظرف اقليمي او ظرف دولي ولأول مرة سيستخدم في هذه المناورات مضادة للصواريخ العسكر هنا يعربون عن ثقتهم بالقدرات التي توصلت اليها ايران ويؤكدون عدم التوقف عن تطويرها بقدر ما يتقاطعون مع الساسة في عدم الاكتراث بالتهديدات الامريكية التي تبحث فقط عن ذرائع لمعادات النظام الايراني كما يقولون يرى بعض الايرانيين ان سياسات الادارة الامريكية الحالية هي استمرار لنهج امريكي دائم فيما يرى البعض الاخر ان الادارة الامريكية الحالية تحديدا تغرد بعيدا جدا لكنهم يجمعون على رفض سياسات تستهدف بلادهم وامنها القومية حازم كلاس طهران الميادين النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانجيري قلل من شأن التهديدات الامريكية وقال انها لا تحمل لغة جديدة وفي افتتاح مؤتمر تقني في طهران قال جهانجيري ان الدعاء دعم ايران للارهاب هو اتهام قديم وليس له اي قيمة ايران حكومة وشعبا لا تقيم اي اعتبار لتصريحات المسؤولين الامريكيين ولسيما تلك غير المؤدبة التخويف من ايران هدفه ارعاب المستثمرين لكن اعتقد ان الجميع بات يعلم ان ايران تسير في برنامجه تطوير اقتصادي واسع والعالم بات يعرف ويجب ان يعرف ان ايران واحدة من مراكز النمو الاقتصادي عالميا رئيس مجلس الشورى الايراني علي لارجاني قال ان ايران تتمتع بسلوك سياسي ناضج وامن مستديم في ظل ظروف الراهنة المضطربة في المنطقة واضاف ان القرارات الايرانية مدروسة مقارنة مع السلوك غير الناضج لبعض الدول الكبرى يظهر نظامنا اليوم نطجا في سلوكه السياسي في القضايا المحلية والاقليمية القرارات التي يتخذها مدروسة وهذا ضسيط مهم لنظامنا بالمقارنة بين سلوكه وسلوك بعض الدول التي تقول كلاما فارغا كما رأيتم قلة الخبرة تظهر في الطريقة التي تقدم بها هذه الدول نفسها من الممكن ان تكون دولة كبرى الا ان سلوكها غير ناضج اعلنت وزارة الامن والخارجية الامريكيتان عن اعادة العمل بالسماح للأفراد الذين يحملون تأشيرات صالحة بالسفر الى امريكا بعد ابطال المحكمة الاتحادية قرار ترامب المانع لرعاية سمع دول بالسفر الى امريكا ترامب وصف قرار القاضي الاتحادي في سياتل بتعليق حضر السفر بالرأي السخيف وفي تغريدة على تويتر صخر ترامب من القرار وقال انه صدر عما يسمى بالقاضي واكدت توجه لنطده تظهر الالاف خارج السفارة الامريكية في لندن اعتراضا على الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحضر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول الى الولايات المتحدة المسيرة اتجهت نحو مقر رئاسة الوزراء البريطانية ورفع المشاركون فيها لافتات سوداء ملطخة ببقع حمراء تنمز الى الدماء وعليها شعارات منها لا لترامب ولا للحرب اعتراضا على سياسة ترامب الخارجية علينا ان ندرك ان هذه ليست سوى سياسة معادية للاسلام تقوم على دين الاشخاص وفيها الكثير من التناقضات والقاضي حتى في تلك المحكمة سأل محام ترامب عن اسباب منطقية لهذا القرار وعن وقائع وهذا يفسر ما يقوم به ترامب من نشر للاسلاموفوبيا وفي استراليا تظهر الالاف احتجاجا على اصدار ترامب قرارا بحضر دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول الى الولايات المتحدة واحتشد نحو الف شخص في سدني احتجاجا على امر ترامب التنفيذي بشأن الهجرة وطلبوا استراليا باغلاق مراكز احتجاز طالبي اللجوء خارج اراضيها بجزيرة نورو الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة منوس التابعة لبابوة غينيا الجديدة كما نظمت احتجاجات مشابهة في كامبيرا أنيكاسل وهوبرت نريد قيادة سياسية على استعداد للوقوف في وجه دونالد ترامب لكن مالكوم ترامب لن يقف في وجه دونالد ترامب لأن الاثنين متشبثان بسياسات مشينة ومعادية نحن نتظاهر ضد قرار ترامب حضر دخول اللاجئين المسلمين ونتظاهر ضد مالكوم ترامب لعدم استعداده للوقوف في وجه ترامب في ألمانيا حمل غلاف العدد الجديد من مجلة ديرشبيغل الأسبوعية صورة أثرت جدلا واسعا في البلاد وخارجها ويظهر في الصورة رسم كاريكاتوري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد قطع رأس تمثال الحرية في أمريكا بالسكين مع عبارة أمريكا أولا أراء الألمان والسياح في برلين تفوتت بشأن الرسم الذي وصفه نائب رئيس البرلمان الأوروبي أليكساندر جراف لامبسدورف بأنه سخيف وجدت غلاف المجلة قاسيا كبداية بالتأكيد ترامب أطلق خطبات لا أجدها جيدة لكن على الأقل من المحتمل أن يتطور ترامب في مهمته يجب أن يأخذ فرصته الصورة استفزازية جدا هذا أول ما خطر لي عندما رأيتها أتمنى أن لا تحاكي المستقبل علما أن الأمور للأسف تسير في هذا الاتجاه الصورة ليست قاسية وهي تعكس رأيي أيضا أعتقد أن الأمريكيين اختاروا الشخص الخطأ إلى سوريا حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء المرحلة الثالثة من هجوم الرقة بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وبحسب بيان للقوات فأن الحملة تهدف إلى تحرير ريف الرقة الشرقي من تنظيم داعش وقطع الطريق بين دير الزور والرقة بمناصف قوات أمريكية خاصة وطائرات التحالف لدعم عملية تحرير ريف الرقة الشرقي من داعش تحت أعلام كردية تم الإعلان عن بدء المعركة في الريف الشرقي بعد إعادة واشنطن تركيب القوة المهاجمة بتدريب أكثر من 1500 مقاتلة من العشائر العربية وضمها إلى القوات الكردية نعلن عن البدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة التي تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة العملية لم تكن سرا طيران التحالف الأمريكي مهد لها قبل أيام بتدمير أكثر من 6 جسور لقطع طرق إمداد التنظيم إلى الريف الشرقي والغربي وفصل مواقع التنظيم في ريف الرقة عن قواعده الخلفية وخزانه البشري في ريف دير الزور الشرقي والعملية بحسب معلومات للميادين ستكون عبر محورين من قرية الجالتا بالريف الشمالي الشرقي ومن قريتي المكمن والمالحة عند مثلث الرقة والحسكة ودير الزور جنوبا ويشارك فيها خمسة آلاف مقاتلا ستكون قوات النخبة التابعة لأحمد الجربة رئيس الاتلاف السوري الأسبق في مقدمتها لإطفاء عنصر عربي عشائري على معركة كردية العملية نحو الريف الشرقي وليس المدينة التي يحشد فيها داعش أكثر من ستة آلاف مقاتل والهدف تضييق الخناق على داعش في معقله السوري وفصل الريف الشرقي بعد عزل المدينة عن أريافها الشمالية والغربية الكرد لا خيار لهم سوى مواصلة رفع الأعلام الأمريكية لتحقيق مشروعهم الفيدرالي رغم الهواجس من تقاربا روسيا أمريكيا مرتقب قد يقلص دعم أمريكا ترامب لهم وبعد أن سد الأتراك بدباباتهم الممرات الواصلة بين عفرين وعين العرب التقدم نحو الرقة يعوض الكرد عن الممر الضائع لوصل كنتوناتهم بالسيطرة على ربع مساحة سوريا لإعادة طرح الفيدرالية على طاولة أي مفاوضات مقبلة مع الرهان على عدم استبعادهم منها كما كان في كل الجولات السابقة الأمريكيون مستمرون في التمدد شرقا نحو الرقة ودير الزور تحت أعلام كردية بحجة قتال داعش ونقل المشروع الكردي من غرب الفرات الذي يتقدم فيه الأتراك إلى شرقه وترسيخ منطقة نفوذ في الشرق السوري الذي باتوا يملكون فيه ستة قواعد عسكرية ديمان ناصيف ديماشق الميادين النشرة مستمرة لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد نظمت الجبهة الشعبية في تونس مسيرة ومهرجانا خطابيا أحياء للذكر الرابع على اغتيال القيادي اليساري شكر بلعيد المتظاهرون جددوا تمسكهم بضرورة الكشف عن ملابسات اغتيال بلعيد في السادس من شباط فبراير عام 2013 بلا المبروك دموا وحقوا ما نفرتوش فيه ومن سلموش فيه منواسطوا حتى ناثل حقيقة كانت وحدها الحقيقة ثورية راية يرفعها رفاق الشهيد شكر بلعيد في ذكر استشهاده الرابعة كشف الحقيقة برمتها وتحميل المسؤوليات الجنائية والأخلاقية والسياسية مطلب يتجدد مع كل سادس من شباط فبراير من كل عام فتوافقات السياسة غيبت الحقيقة والجبهة الشعبية مستمرة في الضغط من أجل جلاء الصورة هكذا هو لسان حال قيادات الجبهة في كل مناسبة أو حركة احتجاجية اتلاف السياسي الحاكم برأسيه النداء والنهضة هو الذي يتحمل مسؤولية مواصلة تمس الحقيقة ومواصلة عرقلة الأبحاث من أجل كشف الحقيقة نحن الحكومة هذية يأسين منها ولن تظهر معناه حقيقة الاغتيالة السياسية طالما أن الوضع السياسي على هذه الشاكلة شبعة شعبية جامعة لاظمة هي هم وصايا الشهيد شكر بلعيد اليوم عشية الذكر الرابع لاغتياله يصر مريدو الجبهة وقياداتها على ضرورة حفظ الأمانة بل المساعي مغذية قدما في سبيل تطوير الأطور من أجل جبهة ثورية تقدمية مناهضة لما يعدونه تحالفا رجعيا معاديا لإرادة الشعب ومضمين الثورة كي نستطيع متولد التحديات التي يطرعها الواقع الوحدة ضرورية ونحن بدأناها بالجبهة الشعبية شكري كان لهو مع تأثير كبير في تأسيس الجبهة الشعبية باعتبار أحد مكونات الرئيسية للجبهة الشعبية بعد هذه الفترة نعتقد أن الجبهة الشعبية تمر بحالة جيدة هي الشعارة ذاتها التي رفعها بالعيد حتى استشهد فداء لها هي اليوم ما زالت مرفوعة بيد محبيه ومؤيدي خاطه السياسي بالدعوة إلى ضرورة كشف ملابسات جريمة اغتيال المناضل اليساري شكري بالعيد وبالتمسك بضرورة وحدة الجبهة وتماسكها أحيان صار الجبهة الشعبية الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بالعيد ذكرى باتت علامة فارقة في تاريخ تونس الحديد إلى المبروك تونس الميادين الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا من تونس عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين ديمقراطين الموحدة سيد زياد الخلوفي سيد زياد مساء الخير وأهلا بك إذن أربع سنوات على استشهاد شكري بالعيد والحقيقة ما زالت غائبة لم يتم الكشف حتى الآن عن كل الحقيقة من يقف وراء اغتياله ومن خطط لماذا برأيك؟ شكرا سيدي على الاستضافة نحي اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد الرفيق شكري بالعيد أربع سنوات مرت على هذا الاغتيال الجبان والذي نعتبره هو بالأساس جريم الدولة هذه الذكرى تحت شعار لن ننسى أن نواصل النظار من أجل كشف الحقيقة ومقاومة الإرهاب لأن الواقع السياسي الموجود الآن واللي يشهد بلادنا أنه في ذل وجود ائتلاف حاكم ما بين يمين ليبرالي ويمين ديني كلهم ساهموا في مزيد تمس وإخفاء الحقيقة لأن البحث لمدة أربع سنوات لم يتقدم وهناك العديد من القراءة التي تم تمسها وتم إخفاءها قصد تضليل القضاء وتعويم القضية والتسطر على الجهات المشبوهة والمتورتة في هذا الاغتيال السياسي والجريم الدولة بامتياز هذا صار بالرغم من الوعود الكبيرة التي قاوم بها الرئيس الجمهورية أثناء حاملته الانتخابية أثناء والتي قطحها أمام الشعب التونسي أنه يقوم بالكشف على المتورتين مهما كانت مواقع حمى صلبة الدولة أو إلى غير ذلك لكن هذه الوعود بقت حبر على ورق وبقت مجرد حاملة انتخابية لأنه في الحكومة الآن حكومة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية هي حكومة ما بين شق يميني الليبرالي وشق يميني ديني وخاصة فيها جانب كبير من التمس الحقيقة لكن سيد زياد ما الذي غيب الحقيقة حتى اليوم أو من المسؤول عن عدم كشف الحقيقة ومن المستفيد من إبقاء ملف شهيد شكري بالعيد لغزا للتونسيين سيدي العزيز قضية شهيد شكري بالعيد ليست لغزا بالنسبة للتونسيين كل التوانسة تقريبا يعرفوا ومتأكدين أن هناك حزب سياسي اللي كان موجود في السلطة في حكومة الترويكا أنا ذاك وهي حركة النهضة هو يعني المتسبب الرئيسي في اغتيال الشهيد شكري بالعيد سواء من خلال تحريض قياداته قبل اغتياله أو من خلال محاولة والمواصلة في تمس الحقيقة والتي تجلت ذلك من خلال ما قام بها قاضي التحقيق 13 اللي قام باخفاء العديد والعديد من الحقائق وموجود هذه الدفاعة قامت بشكاية بهذا قاضي التحقيق 13 اللي قام بترقيته في الأشهر الفارتة وأصبح وكيل جمهورية لمزيد أنه يقوم بتمس قضايا هذه القضية قضية يعني استشهاد الرفيق شكري بالعيد وكذلك استشهاد الرفيق محمد البرامي طيب ما ذا على المرحلة المقبلة سيد زياد بعد هذا الاتهام للحركة باخفاء الحقيقة كما تتفضل حضرتك كيف ستتعاملون مع ملف اغتيال شكري بالعيد هل من خطوات أو أسليب جديدة ستتبعونها لمتابعة هذا الملف وللتوصل إلى كشف الحقيقة في النهاية نحن سيد العزيز كما قلنا في السابق وكافة قيادات الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين ديمقراطيين موحد وهي الدفاع الحزب والجبهة يعني متمسكين بمواصلة الدفاع ومواصلة التمسك بجزء كبير من الملفات التي توصلنا لها ومن بينها عدة قراءة تؤكد تورت قاضي التحقيق بشير العكرمي في إخفاء جملة من المسائل التي تكون محدة في مصار القضية نحن رفعنا قضية بيوم 14 ديسمبر 2016 بالمسمى بشير العكرمي القضاء مازال ياخذ مجراه لكن نعتبر كذلك أن هناك غطاء سياسي كبير من طرف الاتلاف الحاكم الموجود الذي يواصل تمس لحقيقة اغتيال الشهيد شكر بلعيد وكافة ملف الاغتيالات السياسية لأنها وراءها مسائل أخرى من بينها مسألة تسفير الشباب لسوريا وإلى بؤر التوتر كل هذا يتكرس في منظومة سياسية واحدة التي موجودة في الاتلاف الحاكم الآن والتي كانت موجودة في حكومة الترويكا سابقا كل ذلك يجعل هذه المنظومة السياسية لتواصل في إخفاء الحقائق وإخفاء حقائق الاغتيالات السياسية وإخفاء حقيقة من سفر الشباب إلى بؤثر التوتر ومن قام بتمويل كل هذه الأشياء هذه نحن في حزب الوطنيين ديمقراطيين موحد وفي الجبهة الشعبية نأكد أنه ضرورة أن يكون القضاء التونسي قضاء مستقل ومهوش قضاء في خدمة حزب سياسي معين لأنه طال الأمد أو قصر باش تواصل الجبهة الشعبية النظال من أجل الكشف الحقيقة كاملة لكل من خطط وكل من دبر وكل من أعطى الغطاء السياسي لإغتيال الشهيد الأمين العام لحزب الوطنيين ديمقراطيين موحد ومؤسس جبهة الشعبية شكري بالعيد سيد زياد كل مطالب التي كان قد نضل من أجلها الشهيد شكري بالعيد برأيك ماذا تحقق منها حتى الآن أو برأيكم ربما لم يتحقق أي شيء من هذه المطالب سيد العزيز نحن نعتبر أننا الآن في مصار ثوري هذا المصار هناك جزء من المهام حققت في إطار مشروع بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية لو نتذكر في السنوات السابقة يعني هناك ضرب لمدنيت الدولة وهناك تجييش كبير على العمل السياسي والحريات العامة والحريات الفردية هذا المكسب حققناه بعد دستور تونسي نشوفه فيه أنه يمثل التوينس الكل لا يمثل جبهة شعبية ولا يمثل أي طرف آخر هو دستور تونسي يمثل كافة الشعب التونسي الجانب هذا التوينس نازالوا ينتظروا في عدة أشياء بعد ما قاموا به وبعد الشعارات التي رفعت في المصار الثوري 17 ديسمبر 14 جنفي من تشغيل والجانب الاجتماعي الذي مزال ناقص بشكل كبير في الجانب هذا والذي نحن نحن نحمل الائتلاف الحاكم الآن أنه جانب كبير من تدهور المعيشة وتدهور القدر الشرائية ويعني في كل هذا أنها مساهمة في الجانب الاجتماعي الذي يشهد احتقان كبير خاصة في هذه الأيام في عدد كبير من الجهات الداخلية الجهات التي كان لها دور كبير في انطلاق المصار الثوري 17 ديسمبر 14 جنفي عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين ديمقراطين الموحد سيد زياد الخلوفي شكرا جزيلا لك كنت معنا من تونس شكرا في تونس أيضا أعلنت جمعية هوية المقاومة عن تأسيسه حلقة الأدب المقاوم التي ستكون فضاء لنشر ثقافة المقاومة من خلال الأدب والشعر وتضم الحلقة شعراء وكتابا ومفكرين من تونس كما تسعى إلى تنظيم ملتقيات حول الأدب المقاوم وأصدار منشورات علمية وضم مثقفين عرب وأجانب لنصرة قضايا المنطقة العربية وحقها في مقاومات الاستعمار نحن كجمعية هوية المقاومة إنزمنا نكون مقاومين في العديد المجالات فكرنا مع بعض الأدباء والشعراء أنه نعمل حلقة الأدب المقاومة هذية اللي بيشكون إن شاء الله تأسس لسلوك المقاومة تأسس لنظريات جديدة في المقاومة أو تبني على النظريات الإقدامة وتعتي تجديب يابد في اعتقادي من أن يؤسس الأدب المقاوم من أجل نشر الوعي الصادق من أجل المقاومة لكل أشكال الاضطهاد أحلامنا كبيرة جدا من بين أحلامنا ندوات علمية من بين أحلامنا مجلة علمية محاكمة من بين أحلامنا أن نتبنو المبدعين اليمنوا بهذا التوجه من جانب آخر تسلمت تونس أول ست مروحيات أمريكية من طراز كيوا من ضمن صفقة تضم 24 مروحية وتأتي هذه الصفقة ضمن خطط تعزيز قدرات الجيش التونسي الاستطلاعية والهجومية في الحرب مع التنظيمات الإرهابية ومن المقرر أن تتسلم تونس من الولايات المتحدة عددا من مروحيات بلاك هاوك مطلع شهر أيار مايو من العام الجاري كشف رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران عن استمرار توقف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة جاء ذلك في تصريحات أدلأ بها بن كيران عقب اجتماع الأمانات العامة لحزب العدالة والتنمية في العاصم الرباط وقال بن كيران أن المفاوضات توقفت منذ مدة ومن حينها لم يتصل به لا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ولا غيره من الأعزاب المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة وصلنا إلى ختام هذه النشرة لكن يبقى التذكير بأبرز عنوينها منورات إيرانية ضخمة غداة العقوبات الأمريكية الجديدة والحرس الثوري يحذر واشنطن من أي خطأ وزارة الأمن والخارجية الأمريكية نتو عدان العمل بالتأشيرات الصالحة للسفر إلى أمريكا وترامب يسخر من قاض نقض قراره انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الرابعة للشهيد شكري بالعيد في تونس وسط تجدد المطالبات بالكشف عن ملبسات اغتياله الإعلان عن تأسيس حلقة أدب المقاومة في تونس لتعميم ثقافة الدفاع عن القضايا العربية للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء